زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا ولند للجزائر لا تقل أهمية عن تلك التي قام بها مضراؤه جميعا باستثناء ديغول وبومبيدو إلى هذا البلد فرانسوا ميتيرون في بداية ولايته افتتع عهدا من العسل انتهى مع فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية في عام 1992 وبداية العقد الأسود في الجزائر في عام 2003 أدى جاكشيراك زيارة وسط أبها عظيمة واقترح فكرة معاهدة صداقة لم ترى النور وفي عام 2007 ذكر ساركوزي ظلم الاستعمار لكنه رفض الاعتذار كما هو الحال بالنسبة إلى هولند أنا لست هنا لنبشي الماضي إنني هنا لنتمكن من بناء منزل جديد معا تسألني ما هو الموضوع الأهم إنه المستقبل فهذه الزيارة تستنيد إلى المستقبل الرسالة واضحة يجب طيو الصفحة ولكن بين البلدين يصعب بالتحديد طيو صفحة الماضي فالحرب بينهما والتي أودت بحياة حوالي 400 ألف جزائري وأكثر من 27 ألف جندي فرنسي سعب تونسيان وتسمم العلاقات بين باريس والجزائر منذ الاستقلال في عام 1962 وتمهيدا لزيارته اعتبر فرنسوا هولند في أكتوبر الماضي وللمرة الأولى أن أحداث السابع عشر من أكتوبر عام 1961 كانت قمعا داميا فقد قتل العشرات من المتظاهرين الجزائرين في باريس من قبل الشرطة في ذلك اليوم إنها البداية المتوقع لان أكثر من ذلك بكثير ولنفتح الأرشيف أولا لكن هذا الأمر سيستغرق سنوات على الأرجح وفرنسا ليست مستعدة لذلك وأنبغي معالجة هذه المسألة بتروين كما يجب بحث مسألة التأشير لتسهيل زيارات الجزائريين إلى فرنسا لم أزر فرنسا بالمرة أنا في الثانية والخمسين ولدت في عام 1962 وأنا مهندس ولا أعرف لماذا ترفض سفارة فرنسا منح تأشير لزيارة فرنسا في بلد 75% من سكانه تقل أعمارهم عن 40 سنة يهتم الجيل الجديد من الجزائريين أكثر بقضايا أخرى وبخاصة الاقتصادية منها علاوة على أن الغالبية العظمى من الجزائريين تؤيد تطبيع العلاقات مع فرنسا ترجمة نانسي قنقر